في اجتماع ضم عدد من الصحفيين تم إشهار النواة التأسيسية لتيار البناء النقابي الحر بناء لتطوير وتحسين وتصويب أداء نقابة الصحفيين والارتقاء بواقع المهنة والدفاع عن الحريات وأكد الصحفيون التوافق على خطة عمل برامجية متكاملة وتحديد أولويات العمل ووضع جدول زمني لتحقيق الأهداف على أن يكون الدعم للمرشحين الذين يعلنون التزامهم بهذا المشروع التجديدي الإصلاحي التصحيحي وانتخب المشاركون لجنة إدارية لمتابعة القرارات والتوصيات التي تمت الموافقة على إقرارها بالإجماع الفردي هو اللي طغى على عملية انتخابات نقابة الصحفيين عبر التاريخ فبالتالي الفرز يكون فرز على المعيار الفردي والشخصي والمعرف الشخصي فإذا ما انتقلنا فورا باتجاه الكتل والبرامج راح نعطي نفس النتيجة وبالتالي راح تتكرر الحالي نفس الإشي فلنطفق أن يكون هذا المجلس هو آخر مجلس يتم الانتخاب فيه بالطريقة ونروح لتعديلات تشريعية بحيث أن ننهي هذه القضية مع الأسف الشديد كثير من النقابات مع احترامي وتقديري للجميع نقابة الطباء البيطريين نقابة القابلات يمكن لهم نشاط ولهم دور أكفأ منا في الدول الأخرى نقابة الصحفيين هي سيدة الموقف لأن نشكل الرأي العام الأصل أن نوجه الرأي العام أيضا هذا ليس موجود طبعا على مدى المجالس السابقة من عشرات سنين خلينا نقول موسيقى موسيقى موسيقى